فإن المسكة بعضه الدم غزال أحسنتم وبتحية لصنع هذا التقرير الحقيقة حاجة هو ده الإبداع الحقيقي الإبداع أن تحول الخبر إلى لوحة الإبداع أن تحول الشيء العادي اللي يعرفه كل الناس إلى شيء غير عادي يعجب كل الناس عشان كده الإبداع والمبدعين دايما في خانة أخرى غير بقية الناس فعلا دموع المصريين يوم السبت احتارت ما بين رفاء دلال والفرح بفريال ما بين الصدمة على وداع الفنانة اللي حجزت مكان في قلوبنا جميعا وما بين عشق الفنانة الجديدة أو البطلة الجديدة اللي حطت أول خطوة لها للتربع في قلوب المصريين في ريال بذهبية توكيو في وزن 61 كيلو جرام في الكاراتيك كأول مصرية كأول امرأة مصرية تحرز ذهبية في الأولمبياد فخر كبير ونصر كبير بس خلوني الأول أبدأ بدلال أنا عارف أنه أي كلام حيتقال حيبقى ربما معاد خلال الأيام اللي فاتت وربما كمان أقل من قيمة الفنانة التي غادرتنا حياء غادرتنا في هدوء وانسحبت لتشارك رفيق العمر رحلة كفاح وعمر أخرى طبعا أنا أتحدث عن القدير الراحل سامير غانم الذي رحد عن علمنا منذ أسابيع وأبت دلال عبد العزيز أن تكمل الدنيا دونه فقررت أن تلحق به طبعا قررت دي مجازا لأنه في النهاية القدر هو الذي قرر وإرادة السماء التي قررت دلال عبد العزيز يمكن بالنسبة لنا كتير قوي فنانة وشخصية عامة لكن بالنسبة لنا الحقيقة كانت أخت وكتير من الناس في الوسط الإعلامي والفني يعرفوا علاقتي بالفنانة الراحلة دلال عبد العزيز كانت عاملة إزاي علاقة أخوية تجاوزت كل الحدود دلال عبد العزيز كان بالنسبة لي أخت وسدري حنين وطبطبة وملهمة ياما ياما دلال عبد العزيز دلتني على الخير وأنا بقول هذا الكلام هو بعد رحلها ولا أبغي ثناء ولا شكرا ياما دلال عبد العزيز ياما دلتني على الخير لدرجة أن أنا اعتقدت أن اسمها دلال مش من الدلال والدلع لا من الدلال أنها تدل على الخير دلتني كثيرا على الخير ياما كانت بترفع سماعة التليفون تكلمني تقول لي يا تامر في ناس عاملين مجموعة لمش عارف إيه لمساعدة كذا وكذا وكذا إيه رأيك نبقى معاهم أقول لها طالما أنت شايفة أنه صح أنا معاكي تكلمني تقول لي في عروسة بتتجهز مش عارف كذا يلا يا تامر نعمل مش عارف إيه تمام في حي عندهم مشكلة في كذا كذا تعالى ننزل ونقف معه تمام في فنان صديق عنده مشكلة أنه مش عارف كذا وعنده أزمة طبية مش عارف نقف جام تمام كانت دايما هي مرشد مرشد للخير ويسألوا كل أصدقائها حيقولوا لكم أن دالة عبد العزيز خصوصا في السنوات الأخيرة آخر 10-15 سنة لما الأعمال الفنية قالت تفرغت أكثر أكثر إلى الخير دلالة الحقيقة كانت لا تترك مناسبة لا تترك مناسبة حتى وهي عيانة وحتى وهي تعبانة حتى لو عندها جغل حتى لو عندها مشاغل في البيت أي فرح أو عزة زيارة مريد أي شيء له علاقة بالثواب والأجر والخير والطبطبة على الناس دلالة عبد العزيز كانت أول الصفوف أول الصفوف دلالة الحقيقة كانت طيبة طيبة غريبة وكان لسنها ما بينقطش إلا سكر وكان عندها ضحكة طيبة تعس إنها أختك أو أمك أو بنتك طول الوقت وانت قاعد معها ما تحسش أبدا أنت قاعد مع حد غريب حتى لو قاعد معها لأول مرة تأخذك وتسحرك بطبطها وبنققها وبصفقها فما تبقاش عايز تقوم من الأعدة من كتر الطاقة الإيجابية جدا اللي بتشعها دلالة عبد العزيز مش عايز أقول لك فراءها غالي إزاي ومش عايز أقول لكم عملت إيه عملت إيه في قلوب محبيها لما تركتنا أول مبارح والحقيقة عشان تبقوا عارفين وانا بقول هذا الكلام عن أختي التي لم تلدها أمي دلالة عبد العزيز الصدمة والكسرة والوجع والدموع والألم مظاهرة الحزن اللي احنا شفناها في رحيل دلالة عبد العزيز ليس لأنها فنانة عظيمة بل لأنها إنسانة عظيمة وأنا أختم وأبصم وأشهد على هذا الكلام